إذن منرحب بقائد فرقة موزايكا نادي المونة صباح الخير نادي صباح النور صباح الخير أهلاً صباح النور إذا بدنا نحكي عن الفرقة خاصة أنه أخدته جيزة تخبرنا أكتر عن هاي الجيزة خاصة أنه أنتوا فريق يعني حالياً أنتوا تكونتوا يعني مش من زمان مضبوط إحنا جوقة موزايكا تأسست هاي السنة بشهر واحد 2019 بس معظمنا كنا نغني بجوقات سابقة جمعنا وإحنا نتكون من مجموعتين مجموعة كبيرة اللي هي بتشتغل مشروعين خلال السنة والمجموعة الصغيرة اللي هي بتشارك بمسابقات وبحفلات خاصة وهيك المجموعة الصغيرة هي اللي هي اللي شاركت بمهرجان الكورالات بالشرق الأوسط بدبي بشهر ثلاثة ورحنا تنفسنا مع أكتر من جوقة من الوطن العربي كان في حكام من أوروبا بيحاسبوا على أكتر من شغلة منها الغناء منها الصوت منها دقة اللفذ المجموعة كروح مع بعض وبيحطوا علاماتهم وبيقدموهم والحمد الله إنه إحنا فوزنا بالجائزة الأولى بهاي المسابقة كانت المنافسة صعبة نادي خبرني عن المشاركين يعني كان فيه أكتر من ألفين مشارك تقريبا بهالمهرجان كيف كانت المنافسة هل يمكن كنتم بتتوقعوا الفوز حسيتوا أنه يمكن أنتوا عندكم حظ أوفر أكتر من غيركم بصراحة ما كنا نتوقع يعني عارفين أنه عندنا مستوى جيد بس ما منعرف الناس اللي عمل نفس ضدهم طبعا المستويات ممتازة كلها بس بتتوقع الإشي اللي ميزنا هي روح الفريق يعني إحنا قبل ما نبدأ نغني مع واحد كلنا صحبة وكلنا صحاب وهذا كله بيأثر على روح الفريق بالغناء يعني هي مش بس غناء وإتقان الغناء هي كمان الروح ما بين العضاء نعم هيدا الروح أكيد ظاهرة بالفرقة خاصة أنه أنت بتقول أنه أنت منك المدير بالفرقة خبرنا أكثر عن الروح بيناتكم مضبوط إحنا كلنا صحاب زي ما حكيت دائما منحب نعمل مشاريع خارج التدريبات وهذه هي الشغلات اللي بتبني العلاقات والصداقات مبيناتنا وهذا أنا برأيي واحد من أهم العوامل بالجوقات أو بالعمل الجماعي لأنه الكل بيصير يشتغل مع بعض وعنده هدف واحد وعندنا الهدف أنه ننشر المحبة عن طريق الغناء اللي هو الحب والشغف تبعنا فهذا كثير بيأثر وهذا أنا برأيي اللي بيميزنا عن باقي الجوقات نادي يعني ذكرنا أنه أو حضرتك ذكرت أنه في عندكم جزئين بالفريق للحفلات الكبيرة اللي هو ستين شخص تقريبا بيكونوا والأصغر بيكونوا 24 ومثل ما قلنا كمان نحن أنه الخلفيات طبع الفرقة كل شخص يمكن جاي من خلفية مختلفة ولكن كلهم مثقفين موسيقيا إذا فيها نقول مثل ما كمان حضرتك تذكر دايما أنه مثل ما بتتكون لوحة ألف وسائف السائق يمكن من قطعة صغيرة ولكن تتوحد كلها أنتوا هيك كمان خبرني عن الأصوات خبرني عن تدريبات خبرني عن يعني كل الأشخاص ياللي أنتوا بتكونوا هالفرقة زي ما حكيت إحنا منيجي من خلفيات متعددة ومختلفة بس هذا واحد من العوامل القوة اللي عنا إياها لأنه كل واحد من خلفية مختلفة في عنده إشي يضيفه للمجموعة من خلال الصوت من خلال الشخصية من خلال المساعدة إحنا كمان ما منجيب شركات من بره تساعدنا إحنا كل شي بنعمله إحنا لحالنا من ناحية الدزاين من ناحية المبيعات من ناحية السوشيال ميديا كل هاي الشغلات هي فرق موجودة من داخل الجوقة زي ما حكينا في عندنا فرقتين الفرقة الصغيرة هي اللي هاي بتشارك بالمسابقات وبالحفلات الخاصة هاي مكون من 24 ل 25 شخص هادول بتدربوه خلال كل السنة هادول في عندهم مجموعة من الأغاني جاهزة لأي مناسبة ممكن تصير بكرة بعد بكرة بعد أسبوع جاهزين يغنوا فيها أما المجموعة الكبيرة اللي هي مكونة من 60 شخص بشتغلوا لمشروعين خلال السنة في مشروع عملناه خلصناه قبل فترة اللي هو كان ببداية شهر سبعة عملنا أغاني منوعات أو كاسة منوعات اللي هي الأغاني القديمة من الخمسينات للتسعينات ورح تشتغل كمان لكونسرت تاني أو حفلة تانية بشهر 12 فالمجموعتين فيهم أصوات اللي هني صوتين للإناث وصوتين للذكور السوبرانو والآلتو للإناث اللي هو العالي والأوطى شوي والأصوات الذكور اللي هي التنر والبيس اللي هو كمان عالي وواطي كل صوت عم بيغني إشي مختلف واحد من الأصوات هو عم بيغني النغمة المتعارف عليها بالغنية وباقي الأصوات هي أصوات بتساعد بالهارموني فكلهم مع بعض لما ينحطوا مع بعض بيطلعوا لوحة فنية اللي هي إحنا كمان أصلا استوحينا بتساعد بالهارموني بس خلينا نقول أنه أنتوا تتقنوا الأكابيلا يعني أنتم ما بيرفقكن آليات موسيقية صحيح؟ المجموعة الصغيرة اللي شاركت بدبي نعم أكابيلا بدون آلات موسيقية المجموعة الكبيرة اللي عملنا كونسرت بشهر 7 كان معانا آلات موسيقية نعم طب كيف بتشوف حضرتك نجاح الفرق الموسيقية يعني وقت يكون في فنان لحاله ممكن تكون أسهل العملية أنه ينجح بالوطن العربي إذا كانوا فرقة موسيقية هل هيدا شيء أصعب عليكم أنه تنجحوا؟ أصعب بس يمكن لأنه بتحتاج تحتاج كل واحد يكون مثابر وييجي على التدريبات ويكون ناوي أنه ينجح هاي الفكرة بينما الشخص الواحد أسهل لأنه هو لحاله بس لما يكون في عندك فرقة بتعتمد على كل الأعضاء كلهم لازم يكون عندهم نفس الروح بس فرقة أو الجوقات بالوطن العربي لسه مش كتير معروفة فإحنا كمان في عندنا لسه عامل أصعب أنه لازم نعرف فئة معينة من الشعب بإيش يعني جوقة وإيش بيعملوا حتى يكون عملهم هذا إشي مميز فإن شاء الله نقدر نوصل رسالتنا للوطن العربي إن شاء الله أكيد نادي قبل ما نحكي عن آخر حفلة قمتوا فيها خبرني يعني حضرتك ذكرت قبل شوي أنه كل السنة بتتدربوا لأنه ما بتعرفوا يمكن قمتين في عندكم حفلة بتجي يمكن فجأة أو قريبة جدا يعني ولكن كموزايكا أنتوا على أي أغاني بتتمرنوا شو هي الأغانية اللي لازم تكون موجودة بالربرتوار طبعو لكم يمكن تقدوها بأي حفلة إحنا هلأ معظم الأغاني اللي عنا إياها هي عبارة عن أغاني فولوكلورية من حول العالم لأنه شفنا أنه هذا نوع الغنى محبوب من أي جهة يعني لو نروح نعمل أي حفلة بأي مكان دائما الأغاني الفولوكلورية القديمة المتعارف عليها من الأردن أو من الوطن العربي أو من العالم دائما محبوبة بس كمان في عنا الأغاني الوطنية في عنا الأغاني شوي المرات الدينية عشان نقدر نفوت بأي حفلة أو أي شغلة مطلوبة منها إلها دخل بهذا النوع نعم خبرنا عن آخر حفلة أنتوا فيها بعمان تحت عنوان كاسات خبرنا أكتر عنها وكيف كانت ردود الفعل هاي مفروض تكون كانت أول حفلة للمجموعة الكبيرة اللي هي مكونة من 60 شخص فحبينا تكون زي مش بس كونسرت غنائي يكون شو فعملنا غنى مع رقصات مع زي بلوكينج معين للمغنيين كانت عبارة عن شو كامل ميوزيكل شو حبينا نعمل الأغاني الأديمة اللي هي من الخمسينات للتسعينات اللي كل حد بحبها واللي كل حد بتذكرها وبظل يغنيها عشان يعني الناس يجوا يشوفوا أو يتفرجوا يحضروا على إشي بحبوه وفعلا يعني الناس اللي أجد كتير حبت هذا البرنامج معظمهم كانوا يغنوا مع الأغاني اللي إحنا كنا نغنيها لأنه بعرفوها كان عربي وإنجليزي وحبوا كل شي من ناحية غنى من ناحية إضاءة مغنيين صوت عازفين يعني بشكل عام كان الكونسرت كتير ناجح أنا كمان كنت عم غنى معكم مبارح وقتا كنت عم بحضر شوي أغاني جولي اللي كانت حلوة كتير أكيد بأصواتكن نادي قبل ما نختم معك لو سمحت بشكل سريع شوفي عندكم شي جديد شو عم بتحضروا هلأ شوفي حفلات للموسم القاضي هلأ رح نبدأ نحضر لكونسرت كريسمس اللي هو بشهر 12 رح نبدأ التدريبات بشهر 9 وبرضو نحن نشتغل على المجموعة الكبيرة رح تحضر للكونسرت كريسمس الرئيسي اللي رح نعمله بشهر 12 وفي المجموعة الصغيرة برضو عم تشتغل على مجموعة من الكاروليرز اللي بيغنوها بكريسمس اللي بروحوا بيغنوها بفنادق وبيوت وهيك شغلة فهذا هو المشروع القادم نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله بعد بتحصدوا جويز أكتر وأكبر وشكرا لألك قائد فرقة موزيكا نادي المونة كنت معنا مباشرة من عم شكرا لألك 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 شكرا لألك